موضوع شائع جدا في لبنان ولكن هو موضوع قانوني وقاله عقوبات قانونية المرابات رح من ناقش هذا الموضوع مع المحامي رولان غنتوس سهلا وسهلا فيك بوجود رانيا مكننا عم نقول للصبح أنه كلمة مرابات مكننا عارفين أنه هي مو تكنيك قانوني يعني كلمة قانونية موجودة بالنص القانوني منقول دين بالفايدة منقول المرابين باللغة درجة شو هو هالموضوع كيف بتصير هل هي مشروعة أو غير مشروعة يعني طبعا رح منفوت بتفاصيل عقوبات كمان ده هو رانيا خلينا نوضح شغلة أنه المرابات يعني جرم هو النص بيقول المرابع دين بالفايدة منه جرم أنا حتى بتروحي عبانك عبانك صح وحتى إذا كانت الفايدة قانونية بطلت جرم إذا كانت الفايدة تحت 9% أو تحت 12% إذا كانت موثقة بكودة عقرية بطلت جرم ولكن بس تتخطى هالمعدل وما تكون تجارية صارت مرابات مرابات يعني فائدة ربوية يلي هي منصوصة على المادة 661 تحت عنوان الغش والإحتيال وضروب الغش معناتها هي نوع من الدين بالفايدة ولكن بيتخطى الفايدة الأنونية يلي هي منصوصة ويلي هي حق للجميع يعني مثل ما بنقول الآن الفايدة الأنونية طب وضحها لأن في كتير عالم ما بيعرفوها الفايدة الأنونية هي 9% بالسنة وفيها توصل إلى 12 إذا كانت موثقة بكودة عقرية أما بالتجارة الفايدة فيها تكون متفق عليها بين الاثنين قدمة كان هلأ وين بتصير المرابات؟ بتصير المرابات بس ما تكون الفايدة التجارية وبس يكون المعدل بيتخطى المعقول يعني بيجوا مثلا بيقولوا بدي مبلغ بيحط له فايدة 10% بالشهر وهي عدتا 9% بالسنة لازم تكون هال 10% بالشهر صارت فايدة ربوية ولكن هنا مشكلة بالنص أن الناس منه كتير واضح بيقول لك بدوا يستغل ضيق ذات يديه وبيستغله ويبتزه وياخد منه يعني هلأ عم تصير كتير فيها ضمانات شكات بدل ما يمضيها على سند بيمضيها على شاك وببلش يضغط عليه بيقول له جبل الفايدة كل آخر شهر وقاله بحطك بالحبس هادي هي المرابات بس هون المرابات عم بتودي لأشيه تاني يعني عم بتودي لأستفزازات عم بتودي لأمور يمكن الإنسان أوقات ما بيقدر يتحملها ولا نفسيا ولا ماديا ولا أي شيء يعني شو ممكن تكون تداعيات وكمان سؤال تاني ماتر إنه لما شخص بيدين الشخص التاني بالفايدة بنسبة عالية من الفايد مثل ما عم نقول وبيصير مرابة إذا كان فيه نص أنوني وماضي عليه هالطرف الآخر بعد بينطال هالشخص؟ شو أصدك نص؟ يعني أنا وإيك أنت دينتني وبيع فايدة عالية كتير بس أنا مضيت على اتفاق أنا وإيك إنه أنا راضي بهالفايدة مهني رانيا هيك عم يعملو هو بيجي المرابة بمضي على اتفاقية أنا بدي أحسن لك البيزنس طبعا وقتا يمضي على اتفاقية تحسنه البيزنس بطل فيه مرابة لأنه صار المبلغ لغاية تجارية صح ولكن نحن المشكلة عم نقفية ما خاصة بالاتفاقية ولا خاصة بسند الكمبيالي يعني هلأ إذا تجد تأخذ مبلغ وبتكون الفايدة تتخطى المعقول لغاية تجارية ما في جرم وين عم تصير هي بقصة الشاكات خلانا نكون واضحين نسي موضوع السند ونسي موضوع الاتفاقية ونسي موضوع التجارة والبيزنس يقول لك أخذ مبلغ تغضخ في المؤسسة تبعيته نحن عم نحكي بالشاك عم يأخذ الشاك كضمانة وهو بالأمر ما في شي اسمه شاك ضمانة بيخلي شاك معه بيخلي سافه مسلط على رقبة الدائن بيبتزه ويصير كل آخر شهر وين فايدة يبدأ له بحط الشاك ما بحط الشاك بيصير معي شو علاقة عصابه والمشكلة وين أنه إذا فتنا بفايدة 10% بالشهر متل ما عم ياخدوا هلأ المرابين يعني بفترة 10 تشهر بيكون أخذ مبلغه يعني مبلغ كله الوارد بشاك بيصير بس يقطع العشر تشهر رجع رأس المال تبعه برجع بيطالبه بالمبلغ يعني بيكون أبض المبلغ مرتين بعشر تشهر هون المشكلة مشان هيك تطلع تعميم عن الرئيس ميرزا اللي وجهه له الخير تقاعد هلأ أنه تشدد مع المرابين ولكن بدك تتشدد مع المرابين كيف معه؟ عندك مشكلة التجارة بيقولك أخذهم للمشروع طبعه ما عد في مرابين في صعوبة بإثباتها وفي عندي كمان شغلة تانية اعتياد المرابين يلي هي بتتشدد العقوبة إذا كان معتاد على المرابين وعملها شغلتهم وما بدنا نظلم حدا أنت ما يقولوا عم نهاجم اللي بيعطوا بالفايدة في كتير عالم بتدين بالفايدة وبتاخد مبلغ مقبول عليها لأنه بدك تروحي على البنك بدك تقدمي 500 ورقة و300 معاملة وكفالة وقصة سريعة وقصة سريعة البنك يعني بتفضي تروحي على أستراليا هجرة وعلى أنه تاخد كرد من بنك هلأ في بنوك بيقولولك لا لا بالدوقت حتى personal loan 5000 دولار بيأخذ 45 شغل بيأخذ من مرابين بعمله شاك وبرجع بعطيهم عفئة صغيرة هلأ بطلت هاي مرابات بس هي المشكلة بالمرابين الكبير يلي بيأخذ المبلغ وبيستطيع يفترسه وعملها شغلته وبالإنجليزية نوضيح التسمية تبعيتها كتير حلوة ومعبرة بيسموه loan shark المرابي لون شارك يعني بيأكلوا أخر شي فبالعربي مرابات شوية بعدها وهي محرمة بالأديان السماوية يعني عند المسيحيين وعند المسيحيين وعند المسيحيين وهذا بيتاخذ بعين الاعتبار بالأنون هذه الأوانين مستوحية كمان وقتا لجنة الإدارة والعادلة تحت أنون تستوحية كمان لتشراعات السماوية مثلا عند المسلمين إذا بيمنعوا المرابات والتبنى ما فيك تجيبريهم بالأنون خلينا نكون واضحين المرابات يعني هذي سلطان منفصلين على بعض الفائدة الربوية عند إخواننا مسلمين ماتر خلينا بس استفسر شوي منك المسئولية بتوقع على طرف واحد أو على الطرفين أنا هالشخص اللي راح قبل بالوضع ما بينطال شوي أو ما بينتحيسب كمان هون المشكلة لأنه أنت ما حدا ضربك عقيدك كمان هذا جنم بتفوت فيه على الحبز والتاني كمان ما حدا قالك تجي تعطي شخص منك ضامنه تعطيه مبلغ بدك ترجع بعدين تتشكى عليه تحطه بالحبز وأنت بدك تاخد فايدة يعني اثنين متواطئين إذا بدنا نقول بهذا الموضوع واحد عايز مضي شاك واحد عايز عم يشغل مصرياته أوكي كيف بينطالوا هل بينطالوا بذات الطريقة العقوبة نفسة على الاثنين أو بتختلف ما عم بقلك فيه هنا مشكلة لا اللي مضى شاك اللي وقع على الشاك بيتعقب بالستمائة والستة وستين يلي بتحطه بالحبز يعني كم أدوات بيقعد ستة شهر سنة حسب حسب القادي شاك شاك بالنتيجة الشاك يفوت على الحبز جرم جزائي وفي غرامة مادي في غرامة وعطله ضرر وتعويض ولكن من الميلة التانية إذا بيجي صاحب الشاك ساحب الشاك بيدعي على المرابع عنده عبق الإثبات وعنده مشكلة بإثبات المرابع بس بيقدر كمان يثبت عليه أنه أخذ الشاك مؤجل مع علمه بالأمر يعني هو جرم تاني منفصل عن المرابع أنه أنت كتعرف أنه الشاك بالرصيد وأخدته فهون عندي كمان القاضي عنده سلطة فيه قضات كتير متشددين بهذا الموضوع بيفتحوا عنايون بيعرفوا أنه أنت ما بيقربك وما بتعرفه كيف تفجأة جيت تعطيته هذا المبلغ وين بيحققه بالموضوع بس فيه كمان قضات بحت استغلال صار بيقدر القاضي يشتغل بس بديك استغلال ضيك ذات يده وبيديك تسبته واعتياد مرابعات يعني النص قديم من سنة 43 وبدو تعديل بس فعال بعضه لليوم ما كتير يعني ما حدا عبينتار بمجرد ما يجي يقول أنا أعطيته المبلغ طيح حسن السوبر ماركت طبعيته نزلوا شوفه كيف كانت وكيف سارد بطل فيه مرابعات زعم نحكي مثلا بحال لعب الأمار لعب الورق ونحنا منعرف أنه بهذه الحالة لا الأمار غير موضوع هذا سبب غير مشروع نعم بس نحنا منعرف أنه بهذه حالات كتير فيه مرابعات يعني نحنا منعرف أنه بحال لعب الأمار بيصير فيه كتير تدين بهذه الفايدة العالية اللي هي مرابعات بهذه حالة مش أسهل أنه يتثبت أنه فيه مرابع موضوع الأمار هو سبب غير مشروع هذا موضوع تاني إذا ثبتت أن الشاك في إله سبب غير مشروع كمان بنتشغل عليها والإمار بحد نفسه نحن مش نهيك أنا وقت أبلشت الحديث قلت لك ما بدأ نظلم حدا لأننا كمحامين بجينا كثير أشخاص كمان معاتي حدا دفع له في هذا الشهر ووقف بدي يحطه بالحبس خلينا ما نظلم حدا أنا هذا بدأ شغل مصريات وهذا عايزهم بس نحن حكينا على اللون شاكس الأقلية يلي بيبقى وقف عباب الكازينو يلي بمضيع على وكالة غير قبل العزل على بيته يلي بيبقى مش عارف عشو عم يمضي بيعطي المبلغ بياخد المبلغ نحن عم نحكي عن كل قليلة من المرابين المجرمين يلي لازم يتحاسبوا لأنه الأول شغلة بس الشخص يصير فيه سيف مصلط على رقبته شاك تختري بحياته بصير خايفه وتعالحبس عنده عائلته ممكن يغلط بأشياء تأنيك كتير أكير لا ما هي الفاصيل كيها كي بتصير بيجي مثلا اعتبرني مبلغ مئة ألف دولار عم يخد عليها عشرة بالمئة بالشهرية اللي هي عشرة ألف بيقدر يعطي أول عشرة تانية عشرة تالية عشرة بس بعدين بيبطل معه بروح بيخد من حدا تاني بيصير بانزي سكيم بيصير مثل هارمية بيصير من هذا اخد مئة من هذا اخد مئة بيجي لعنديك شخص مثلا اخد مليون دولار يعني هالمليون دولار من هنا أخدتها واننا المسلمين بيبقى مماما عو ليرة بيكون أخد منهم مئة أخد منهم مئة صار اخد من اثنين هذا بدو عشرة صارت المئة اللي أخدها من هنا عم ووزها على اثنين بتصير مثل بانزي سكيم بيقدر يوقف هالموضوع خلينا نحكي شوي عن كيفية الحماية عن المقترحات لهالأشخاص اللي بيقعوا بها الخطأ أو بيكون عندهم جهل عن الموضوع أو بيكون خطأ من قبلهم لأنهم نزركوا بمحلة معين أو بيكونوا ما عندهم ديراية وعلم بهالموضوع وشو ممكن تكون تداعيته يعني شو النصيحة اللي بتعطيها كمحامة لشخص وقع بي أنه تسلت السيف على رأبته مثل ما تفضلت وذكرت الأفضل أنه يروح يتشاكه الأفضل أنه يروح يعترف بزنبه يعني شو مفروض يعمل هون لا يوقف ويحد خسارته بأي زنب بيعترف ما هو أصلا ما دي شاك بيبدو يعترف أريد بيجي يقول أنا عمل شاك في منهم عم يلجأوا إذا كانوا وقعوا ضحية كذا مرابق أو مرابق كثير سيبت عليه أنه عم يأخذ منه فوائد كثير رباوي وصار قابل المبلغ مرتين وثلاثة والشاك بعمرات دلوية أو رددلوية وفي كثير بيأخذ سند وشاك وهي الغير قابلة للعزل بيقدر يتشكه إذا تشكه عليه بيقدر يثبت أنه أنا تعرضت لعملية احتيال وأبتزاز لأنه إذا بتنتبهي المادة 661 المتعلقة بالمرابق وارد تحت عنوان الاحتيال وسائر ضروب الغش يعني وارد الـ 6001 تحت الاحتيال فهم بدوا يثبت بس ما في شي بيثبت أنه هو تم الاحتيال عليه بدكن تقول له أنت مضيت صحيح ولكن هو الاحتيال عبر المناورات اللي استعملها له لحمله على توقيع الشاك وعلى دفع الفائدة وعلى استغلال ضيك ذات يده يعني هذي كلها بتفض من المناورات يعني بيقدر يحن حاله نوعا ما وبيقدر يحدد اخسارته حتى ولو كان فيه يمكن شأنوني شوي ممكن يطاله صح نرجع من نشدد على موضوع في عدد من القضاء والنيابات العامة تتشدد بيبعث ورا المدة عليه بيقول له أنت شو بيقرباك كيف تعطيته المبلغ بيتشددوا بهذا الموضوع وبيقدر يدعي عليه وبحوله هو والساحة بالشاك ساحة بالشاك بتحول بـ 666 يلي هي ساحة بالشاك دون مقونة وبيتحول المرابع بمرابات واستلم شاكات مؤجلات بنحط عليه الضغط بس عم نجح نعلق بالمحكمة وبتنزع على المحكمة بيوصل بيقول له تجارة ودين تجارة أفضل مما تختار بحياته على طول بس بني تجيب دي 12 شاك صح صح بس أحسن ما يدفع 10 شاكات حوالي وهنا نشكلك على هالتوضيح طبعا التوضيحات ممكن يتصلوا بحضرتك تحت الهواء أهلا وسهلا فيك المحامير والأغضوط ناخد وقفة سريعة ومتابع خليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة